لا بد أن نأمن ونطمئن أن العملية بالنسبة له رابحة نعم وصادقين فيها ما نقول له الآن حديك ربح ونحن نعرف أنه في الآخر هو حيقصر طيب كيف نعملها؟ نربط هذا الصك بكمية من الذهب يعني أنا بقول الشخص بدلا ما يدفع جروش وبعدين هو يكون بس عليه النقد ده يجي آخر السنة عندك النقد الخطيته في أول السنة ونديك زيادة عليه الربح يعني ده بيطلعه خاسر لأنه القيمة الحقيقية القش رائية الحقيقية بتاعت النقد اللي أوضعوا في بداية السنة واشتربيوا الصك ده حتى تآكل تلتينة طيب أنا بقول بربط هذا المبلغ الذي دفعوا بكمية معينة يتفق عليها يعني يدرس بعناية من الجهة المسؤولة عن هذا الأمر بأنه هل يكون عشر جرام هل يكون ميد جرام يعني يحدد عدد جرامات من الذهب يربط هذا الصك بجرامات من الذهب ويحدد العيار أيضا طيب ده بيكون ليس هناك ذهب حقيقي خلينا نكمل الفكرة ليس هناك ذهب حقيقي ولكن لأنه كده هتكلف الدولة ولكن هو افتراضي فده كأنما اشترى عشر جرامات ذهب لنقول عيار كده تسجل له في الصك عنده عشر جرامات ذهب ياخد عليها الربح في آخر السنة في نهاية السنة عازي بيعه في ستة شهور بعد ستة شهور عازي بيعه بيرى في سوق الأوراق المالية يكون الشريط فيه سعر الذهب اليومي أول ما تفتح البورصة بيعرف سعره كده عنده كذا جرام معناها هو الصك بتاعه بكده حيبيعه بسعر الذهب اليومي المتصاعد مع تصاعد التضخم وبالتالي يحمي على الجرشة الحيستلمة كقيمة للصك بتاعه أكثر من البنك نوتا اللي خدته في الأول بنسبة التضخم بيتغطله وتحميه من خسرانه لنتيجة لعمليات التضخم